أتشرف بالحديث إليكم اليوم في بلدي مسقط رأسي بلد كان مهدا للحضارة البشرية لألاف من السنين لكي يتحدث عن موضوع سيحدد مستقبل الحضارة البشرية لألاف من السنين القادمة أنا متخصص أخرون من اقتصادية عملت في مجال البيل قدرنا الدواء وأنا أريد أن أحدثكم اليوم عن اقتصاد المستقبل ولكن قبل أن أقوم بذلك دعوني أبدأ بحكاية من الماضي قبل ما يزيد عن ثلاثة ألف عام كان هناك نوعا آخر متغير المناخي لم ينجم عن غزة دفيئة ولكن بالانفجارات البركانية خيرت وجه العالم فأدى إلى ظهور جفافات ومجاعات واضطرابات سياسية في مصر القديمة الفراعن البطليموسيين في ذاك الزمن بذلوا جهدا وعناء من أجل التكيف وأخذوا من مناطق خصبة إلى مناطق أخرى وفتحوا الخزاء ودمجوا بين الأجناس الماشية وأعطوا أعفاءات ضريبية للسكان بعض الرؤية من قبل الفراعن البطليموسيين حين ذاك كان لها الأثر الإيجابي لما يزيد عن خمس عقود بعدها ولكن في نهاية الأمر في نهاية الأمر انهار كل شيء بسبب التغير المناخي الفرق الآن بين ذاك الزمن وهذا الزمن هو أننا اليوم السبب في التغير المناخي ولكن لنا الأدوات لوضع حد له من خلال تغيير أنماطنا الاقتصادية إذن ما عسى الاقتصاد المستقبلي يكون نحن لدينا الخيار فما أن نستند إلى اقتصادات متعاودين عليها أو مؤسسات وأسواق لنا أن نستمر على التلويث المياهي والموارد ويؤدي ذلك إلى أمراض تنفسية للأطفال ووفاية عدة كل عام في أنحاء العالم بسبب التلوث اقتصادات تخطع لصدمات بسبب تغيرات مناخية مفاجئة تؤدي إلى إثارة كارثية يكون فيها الناس منتقلين من مكان لآخر بسبب تدمير مكان عيش بسبب ارتفاع مستوى البحر وارتفاع درجات الحرارة إلى أماكن أخرى ولي أيضا أن أصف لكم صورة أقل قتامة من اقتصاد المستقبل اقتصاد يكون فيه الاستثمار اللازم بناء للمدن التي يمكننا أن نعيش فيها ونزدهر ونرتقي يكون فيها الغذاء الذي نستهلكه مثر للطربة بدلا من مفقر لها اقتصادات تنمو وتزدهر وبالأخص في البلدان النامية مصادر عيش ومستوى العيش فيها تزدهر وتتحسن النمو يصبح أكثر رفقا للبيئة وكثر استقرارا والرفاه البشر يتحسن خلال دعم وحماية الطبيعة والنظم الإيكولوجية التي نعول عليها في حياتنا ها نحن نعيش ثورة صناعية شهدنا خلالها تحولات على اقتصاداتنا في القرن 19 الثورة الخضراء أحدثت نقلة زراعية في القرن العشرين والآن نحتاج إلى ثورة تصنيعية خضراء في القرن العشرين تجعل اقتصاداتنا أكثر قدرة على الاستدامة اقتصاد منخفض الكربون هذه هي الفرصة الجديدة بفضل ابتكاري وتكنولوجيا الجديدة الجذابة لحياة أفضل إذن كيف نصل إلى هذا الاقتصاد المستقل نعرف أن هذا يستوجب استثمارات عدة فبلوغ أهداف اتفاق باريس تستوجب استثمارا بحجم يبلغ 4 إلى 6 تريليون دولار سنويا على العالم نعرف أننا نمر بظروف اقتصاد عصيبة تتخلل الحروب والأزمات والتضخم من أين ستتأتى تلك الأموال اللازمة للإستثمار؟ في الأوقات العصيبة علينا مستثمرات العصيبة واثمي أفارط المناخية علينا أن نعطي المسؤولية مسؤولية بين الموازنة بين الموارد وتحمل المسؤوليات فكلما عملنا مع مشاكل عالمية فإن الأمر إن تناولناه من منظور وطني سيكلف أكثر علينا إذن نتناول هذا التحدي بشكل جماعي إذن هناك دور أساسي بالأخص في البلدان المتقدمة بالرغم من عقبات ضريبية الاستثمار يمكن توفير التمويل له باعتبار أن هذا سيكون له مداخل إيجابية بالنسبة للبلدان النامية والتي يعاني كثير منها من مديونية مضقلة للكاهل نحتاج لتمكين البنوك المتعددة لأطراف التمويلية بأن تزيد من نسبة التمويل الميسر للقروض على حساب القروض وهناك مبادرة ستطلق هذا العام فالإقراض من قبل المنوك الدولية ينبغي أن تزداد بثلاثة أضعاف وأن يرفق ذلك بمزيد من رؤوس الأموال وابتكارات في طريقة استخدام الموازنات وهذا ما فصل في تقرير لمجموعة العشرين الأقراض ينبغي أن يكون مدعوما حتى يكون المقردون مكافئين من خلال توليد الخدمات والسلع العمومية ودعم التكايف بالنسبة للبلدان المستضعفة حيث أن نسبة الخسارة وضرع عالية فيها مثل هذه الأساليب في الأقراض ستسرع من ثورة الزراء التصنيعي الخضراء من خلال استخدام القنوات الاستثمارية الآمنة للعالم وبطبيعة للقطاع الخاص دور تقوم به للحكومات أن تحذف المخاطر من خلال وضع الضمانات وتأسيرها وبنوك التنمية يمكن أن تشكل الأطر من أجل حشد الإقراض وخفض المخاطر للمشاريع الإيجابية وأيضا يمكن أن تستخدم دورها وتعويل عليه من أجل الخروج خارج الأطر التقليدية من أجل بلوغ تقدم على الحجم والذي نريد وبالواتيرة التي نريد وأنا أثني على جهد مصر لفائدة أفريقيا أفريقيا هي مسؤولة بواحد بالمئة من إبعاثات الغازات الذفية ولكن هل أكثر تضرر لأثار التغير من أخي؟ هذا ليس سليما وفي الآن نفسه الكثير من بلدان الأفريقية غنية بأشعة الشمس والرياح والأنهار والغابات مع دعم ومع تمويل بإمكانهم أن يحدثوا نقلة نوعية وقفزة نحو الاقتصاد التصنيعي الأخضر من خلال خلق سوق كربوني أفضل قد يدر أرباحا على هذه البلدان التي تشكل أحواضا للكربون الثورة التصنيعي الخضراء قد تكون قصة النجاح الجديدة لأفريقيا إذن اقتصاد الأخضر هو خيار لنا نحن نواجه مشكلة في نقص الاستثمار تكلفة الاستثمار مع أداء أفضل في الوقت اللاحق أو أن نختار العمل لكن دون المستوى المرتجى مع احتمال الوقوع في مخاطرها في وقت لاحق حتى وإن لم نأخذ الحسبان مصلحة الأجيال المقبلة فإنه يبدو لي أن الخيار واضح وجلي التغير المناخي وخسارة التنوع البيولوجي هي أمر واقع نشهده كل يوم على قرار ما بث على الشريط الوثائقي على عكس الفراعنة بإمكاننا هذه المرة أن نتغلب على أثار تغير المناخي من خلال أعطاء الأولوية لاقتصاد أفضل للمستقبل شكرا 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 شكرا